نروح للجزء الثاني أو المحور الثاني وهو الخلاف ما بين السيسي وقادة الجيش تاني الكلام اللي جاي نفس الكلام بيحمل نفس السيناريوات بتاعته مبارح إما أنه فيه خلاف فعلا كان موجود وإما أنه كان فيه محاولة انقلاب والسيسي أحبطها وإما أن السيسي خايف من حاجة هتحصل أو مش واثق في الرجالة بشكل معين وإما أنه ما فيش أي حاجة من ده والدنيا عظيمة جدا وكلهم على قلب سيئ ذكر واحد تعالوا نشوف دلالات الخلاف بين السيسي والقوات المسلحة المصري بيظهر هنا عبد المجيد صقر وزير الدفاع الجديد لما السيسي استعان به وهو كان محافظ جاي من قطاع مدني من مدينة السويس والمجلس العسكري معرفناش وافق عليه ولا لا وده الحقيقة مثل دلالة واضحة أن فيه حاجة غلط ما بين السيسي وما بين المجلس العسكري طيب المرتين اللي حصل فيهم قرار مشابه في المؤسسة العسكرية لأنك تجيب واحد تقاعد وبعدين تركبه على المؤسسة العسكرية كانت إيه الكواليس بتاعتهم يا جماعة تعالوا نتعرف كده مع بعض عشان الناس اللي بتتكلم بس إيه بقال بجامد ولا دي قوات المسلحة يا حبيبي قوات المسلحة أنا بحكي لك تاريخها دلوقتي روح أنت لأسات زيتك في القوات المسلحة قلهم أسامة النقاردة تكلم على كذا كذا وإحنا ما نعرفش حاجة عن الموضوع ده فلو سمحتوا بعد كده قبل ما تخلونا ندافع عن الكلام ده إيه بقوا فاهمونا أسامة جويش هيقول إيه عشان نعرف نرد عشان بس ما نطلع شكلك ووحش في الآخر أنتم برح ثلاثتوا عرضتوها ويجيه وهمها الجيش وبتاعه أوكي تمام الجيش تعال أشوف الجيش يا حبيبي عمل إيه في الموضوع ده قبل كده أيام السادات مرة وأيام حسني مبارك مرة تاني بص يا سيد المرة الأولى كان الحقيقة الموضوع حصل مرتين زي ما الزملاء كانت بيه وكان فيه تململ فيه وخلاف جوه المؤسسة العسكرية في المرتين المرة الأولى كان لما السادات استعان بالفريق أحمد إسماعيل وكان أيام الفريق أحمد إسماعيل مدير جهاز المخابرات العامة بعد ما تقاعد من الجيش طيب السادات جاب أحمد إسماعيل ليه قيل في هذا التوقيت أنه الفريق محمد صادق وزير الدفاع ما كانش متفق مع رؤية الرئيس السادات في الحرب في أن احنا ندخل نحارب لكن المفاجأة ما كانتش في كده المفاجأة الزملاء جايبينها الحضرات قام أنه أيامها كان فيه خلاف قوي جدا الله خلاف في المؤسسة العسكرية يا ساتر يا رب دول على قلب رجل واحد يبيه معلش كان فيه خلاف قوي بين السادات وبين المؤسسة العسكرية والكلام ده تحديدا ذكره نجل الفريق صادق أمجد صادق اللي قال أن قادة الجيش ووزير الحربية السابق محمد فوزي حولوا الإطاحة بالسادات لكن صادق رفض الانحياز ليهم ومع ذلك أطاح به السادات ما كانش واثق فيه طالما كلموك في الخيانة وكلموك في الإطاحة وكلموك في أن أنت تنقلب علي أنا أمشيك وجيب أحمد إسماعيل وأحطه على رأس المؤسسة العسكرية يعني أيام السادات كان فيه خلاف في المؤسسة العسكرية آه حصل خلاف في المؤسسة العسكرية يعني كانوا متخانئين وناس بتكلم وزير الدفاع ولا من رئيس الأركان عشان ييجي مكان آه كان ده اللي بيحصل بالزبط والسادات جاب حد متقاعد آه جاب حد متقاعد ومسكه المنصب ده الله يعني الجيش بيحصل فيه خلافات ما بين القادة آه بيحصل أمال ده مأكدين لأنه مفيش أمال علش هما عقلهم جايد كده أو الظابط اللي مشغلهم أيلهم كده فخلاص ما تقفش عندهم كتير نروح للنموذج التاني أو الحالة التانية اللي حصلت زي ما حصل مبارح مع عبد المجيد صقر كانت في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك أيامها كان المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة أو المشير أبو غزالة هو الوزير أطاح بيه مبارك نغير بقى جماعة الصورة لو سمحتوا أيوة طيب أطاح مبارك بيه المشير أبو غزالة اللي كان عنده شعبية جامدة جدا والكلام ده كان حاصل طبعا بعد أحداث البنك أحداث الأمن المركزي آسف جاب مبارك مكانه الفريق أول يوسف صبري أبو طالب اللي كان محافظ القاهرة أيامها وعينه مكان المشير أبو غزالة عملوله في ضيحة تسمت في ضيحة لوسي أرتين زي كده في ضيحة الاختلاص بتاعة أسامة عسكر وبعدها مبارك أقال المشير أبو غزالة وأقال مع عدد من رجال الدولة الله يعني القائد الأعلى للقوات المسلحة ممكن في لحظة يخاف من وزير دفاعه آه والله بيحصل مش بيحصل ده حصل يعني لما بنجيب واحد من بره أو متقاعد أو 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 ده بيبقى له دلالة أن كان فيه خلاف أو حاجة ريحتها مش كويسة في الكواليس والله التاريخ العسكري المصري بيقول كده أنا مش جاي بالكلام ده من بيتنا حضرتك روحوا يا حبيبي اقروا عن أحمد اسماعيل اللي حل محل صادق وعن الراجل يوسف أبو طالب اللي حل محل المشير أبو غزالة أيام السادات مرة وأيام مبارك مرة المرة التالتة عملها رئيسكم سيء الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي لما جاب اللوى عبد المجيد صقر من محافظة السويس وأم مركبه ترقيتين فريق أول وخلاه وزير دفاع مع أسامة عسكر والكلام اللي بيحصل في الخلفية ده بيقول إن فيه خلافات موجودة في قوات المسلحة المصرية أو خلينا كن دقيق بيعزز من صحة هذا السيناريو أن هناك خلافات موجودة داخل المؤسسة العسكرية ودي من الأدلة بتاعتها طيب هي قوات المسلحة المصرية عندنا المؤسسة الوطنية جدا اللي لا أحد يختلف على ذلك ونعتز بيها ورسمنا على القلب وجه الوطن نخيلا ونيلا وشعبا أصيلة أوكي تمام هي المؤسسة دي بتتخانق مع بعضها المؤسسة دي الصف الأول فيها بيمسك في بعضه يعني وارد إن السيسي يمسك في محمد زكيا وفي قسامة عسكر لا طبعا إزاي بتقول الكلام ده يا حبيبي ما هو الناس اللي حربت الناس العساكر اللي بجد جمال عبد الناصر وعب حكيم عمر والسادات والجماعة دول كانوا بيمسكوا ببعض ما هو ده مش عسكري بجد ده واحد فلسو يعني لا هو ولا الأشاوس المغوير اللي معاه لا دخلوا حرب ولا أي حاجة خالص فخلوا الطبيع مصطور تعالوا بقى نتكلم على تاريخ المؤسسة العسكرية في الخلافات ما بين القادة القائد الأعلى والقائد العام نشوف بص يا سيد الخلافات داخل المؤسسة العسكرية الحقيقة ليست ظاهرة لا ده غلط يا جماعة الكلام ده شيلوا الكلام ده لو سمحتوا دي مش ظاهرة مستحدثة لا دي ظاهرة متأصلة على مدار تاريخ المؤسسة العسكري من أول تحرك عسكري لقوات المسلحة للإطاحة بالحاكم في 23 يوليو أو بالملك 52 كانت في صراعات تعلو وتخفض بين الرئيس القائد الأعلى وبين القوات المسلحة المصرية أول الخلافات دي طبعا كان عبد الناصر ومحمد نجيب لما أطاح به وهم الاثنين كانوا زملاء كانوا من مؤسسة وطنية واحدة كانوا على قلب رجل واحد هم اللي عملوا الثورة وبعدين حصل إيه حطوا محمد نجيب في الإقامة الجبرية لحد ما الرجل يعيني مات في الآخر طيب بعدها كان الحقيقة فيه المشكلة الكبيرة أو الصراع الكبير أو الخلاف الكبير الذي حدث بين جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر في الوقت ده نكل بكبار القضاء اللي كانوا بيدينوا بالولاء لعبد الحكيم عامر الله دول بيتخنقوا يا جماعة ده عبد الناصر عمل لهم محاكمات علنية وحطوهم في السجون 14 سبتمبر 67 تم الإعلان عن موت عبد الحكيم عامر نتيجة انتحاره بتناول جرعة مركزة من السم وهي رواية مشكوك في صحتها الرواية الدارجة تقول أو تؤكد أنه تم تصفيته يعني قادة الجيش ممكن يقتله بعض والله بيقولوا حصل عندنا في مصر الله يعني قادة الجيش بينقلبوا على بعض في مصر أمان المؤسسة الوطنية جداً اللي بيقولوا مبارح أنها كلها ماشية ورا الرئيس السيسي سيء الذكر إيه يا جماعة ما قارتوش تاريخكم ليه ما هو الجيش بينقلبوا على بعض بيقتلوا بعض بيسموا بعض الله يعني فيه خلافاته طيب نرجع نكمل 22 أغسطس 68 إيه اللي حصل جمال عبد الناصر صدق على قرار محكمة الثورة برئاسة حسين الشافعي وضوية عبد منع مرياض بحق 55 متهم أبرزهم شمس بدران وزير الحربية وزير الحربية يا ساتر يا رب وصلاح نصر رئيس المخابرات السابق يا ساتر يا رب وعدد مختلف من ضباط جيش تبعثرت مناصبهم بين الأفرع وأدانت المحكمة 45 فرد من أبناء القوات المسلحة اللي ما بتختلفش مع بعضها اللي ماشية في ظهر سيء الذكر وعاقبت بعضهم بالأشغال الشقة المؤبدة وتراوحت عقوبات الآخرين بين السجن 15 عام والطرد من الخدمة العسكرية ايه دا ايه دا يا جماعة الجيل الجديد بتاع اللجانة الإلكترونية والعيال أحذية النظام اللي لسه يعني متلمعين جداد ما يعرفوش الكلام دا دول فاكرين انه هو لا لا هم تولدوا لقوا الجيش كده مع سيء الذكر هم كلهم أسرة مع بعضيهم ما حدش بيختلف مع حد ما حدش بيشتبك كلهم وطنيين جدا كلهم خكين على البلد جدا ما فيش عندهم أي أراء ولا أي اختلافات ولا حد فيهم بيفكر طبعا انتوا عارفين يعني دا بيبقى تقالعلي ايه بس تمام هم ماشيين كده وعلى طول وراء سيء الذكر قال لهم يمين راحوا يمين قال لهم شمال راحوا شمال عبد المجيد يا صقر انت وزير تنمية محلية تمام يا فندم عبد المجيد يا صقر انت وزير دفاع تمام يا فندم عبد المجيد يا صقر انت لواء تمام يا فندم عبد المجيد يا صقر انت فريق أول تمام يا فندم تمام يا فندم ايه انت ايه يا ابني انت ملكش دماغ تفكر تقول اه لأ طلعتني معاش ليه هرجع ليه ازاي طب المجلس العسكري ايه ده يعني ايه الكلام ده انتوا لو عايزين تشتموا القوات المسلحة المصرية مش هتقولوا كده يعني ده من أغبة الدفاعات اللي انا شفتها في حياتي عن مؤسسة زي القوات المسلحة المصرية قال لك نالعهم كلهم مشين وراء الرئيس السيسي وفيش اي حاجة يابلي ايه يا حبيبي الكلام ده اه فيه ضبط وربط وانضباط داخل المؤسسة العسكرية بس مش بالعبس اللي حصل امبارع الكلام اللي حصل امبارع بيقولوني فيه حاجة غلط ان الراجل ده خائف من حاجة الان من حاجة ما فيش حد بيطلع صوت خلاص الراجل دجن القوات المسلحة المصرية خلهم مجموعة دواجن ده امر معي بالحقيقة انا لا ارتضي للقوات المسلحة ولا اصدقه في الحقيقة لا يعني اكيد الجيش المصري فيه ناس مش عجبها اللي بيحصل لانه اللي بيحصل ما يعجبش اي حد وطني الحقيقة طيب فدي كانت القصة القصة التانية اللي حصل مع صدق صبحي رفيق عبدالفتاح السيسي سيء الذكر من 3-7-2013 لحد ما اقاله اقال صدقي صبحي في 14 يونيو 2018 وصدقي كان تاني اقوى رجل في نظام السيسي ويفترض انه كان محصنا دستوريا من العزل وكان بيظهر مع السيسي في كل حتة لكن الاقالة بتاعته كانت غير دستورية لان الدستور المصري بيقول انه تعين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الاعلى لقوات المسلحة وتسري احكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبرها من تاريخ العمل بالدستور وبحسب المادة 234 من الدستور لم تذكر وسائل الاعلام او اي من المصادر فيما اذا كان السيسي حصل على موافقة من المجلس العسكري لاقالة صبحي وهو نفس الامر اللي تكرر الان مع محمد زكي هل عبدالفتاح السيسي يدير المؤسسة العسكرية بالحديد والنار ده سؤال هل عبدالفتاح السيسي احبط محاولة انقلاب عسكري كانت تدبر داخل القوات المسلحة ده سؤال هل عبدالفتاح السيسي لم يعد يثق في قيادات القوات المسلحة المصرية فبدأ فيه يعني السيطرة بشكل اخر عبره عبدالمجيد صار ده سؤال حضرتك اجابة كل سؤال من دول بيودينا لسيناريو شكل التلاتة وردين اه التلاتة ممكن يكونوا موجودين نعم اللي هيرجح لك سيناريو منهم يبقى بيضحك عليك انا قلت لحضرتك اللي هيقول لك ان الراجل ده مسيطر تماما ومفيش اي حاجة ده بيقول اي كلام اللي هيقول لك ان كان في انقلاب عسكري وحصل انقلاب عسكري والسيسي احبطه ده بيقول اي كلام اللي هيقول لك ان السيسي خايف ومش واصقه بس ده اي كلام لا يستطيع احد ان يجزم باي سيناريو من التلاتة لان التلاتة وردين جدا وحقيقي جدا انهم يكونوا حصلوا او واحد فيهم حاصل انما لا يطلع اقول لك واحد من التلاتة خلص انت عايز تصدق ده براحتك يعني صدقوا لكن الخلاصة النسيء الذكر لا يعيش ابدا افضل ايام